بعد ساعة من حديثه هاتفيا إلى نظيره الروسي اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين بشن هجوم وحشي على أوكرانيا فيما وصفه بانتهاك استعمري انتقامي للقانون الدولي وقال ماكرون في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لإنزال الحلفاء في جنوب فرنسا الذي كان النازيون يحتلونه خلال الحرب العالمية الثانية قال منذ أن شن فلاديمير بوتين هجومه الوحشي على أوكرانيا عادت الحرب إلى الأراضي الأوروبية على بعد ساعات قليلة منه وأضاف ماكرون أن بوتين يسعى إلى فرض إرادته الاستعمارية على أوروبا مستحضرا أشباح روح الانتقام في انتهاك صارخ لسلامة الدول